لما نيجي نتكلم عن رسول الله صلى عليه له كرمات الأمر ده أنا أؤمن به يعني قلبا وقالبا كرمات بس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقع في أزمة عندك مشكلة عايزة حد من البشر يقديلك شيء محتاجة حاجة مستحيلة فوق المستحيلة أنها تقضى صلى على الرسول وده حقيقة مش أنا الواحد اللي بقولها ولا المشيخ ولا العلماء أمر واضح وجالي وملموس مش حاجة هقول لكم بقى وكان أيام النبي بقى والصحابة لا عشرين ثلاثة وعشرين موجود هذه الكرمات نراها بأم أعين المديون المعصور اللي عنده مشكلة مع زوجته وقف جاي وقف على قوله خلاص دكتور خلاص سوى الموضوع وكذا ونطلع كم عائل يا ابني عندك أنت وست عيال عندهم والزوجة أبدا ورفض بغد النظر بقى عن نسوية اللي موجودة لكن ورفضة تماما قوزت اتخزلت لقيت نوع من أنواع الخزلان اللي بتقول بقدي بقدي بعلي عشرين سنة بعطي صفر والحصيلة ذات نفسيها صفر ولا بيقدر ولا بيعمل والدنيا وقفة على طلب قلت له أنا هقولك على حاجة قبل القعدة تروح تصلي على رسولها السلام أعمل لك ورد صلاة؟ أنا عم صلي على رسولتك بس أنت عارف أنا قاد آه طب نوين شروط الإصلاح بعد نت آه بس صلي على صوت هل نكلم الزوجة في حاجة؟ ملوش حسنة؟ يعني ما عملش حاجة حلوة في حياته؟ ما رأيتها منك خيراً كان؟ فيه يعني آه ماشي واحد طب قلت ديليت حاكتين موقفين اتنين بس حاكت خمس ست مواف طيب ليك علي وكون شاحد وأنا اللي هاقف وعمل وننفذش آه وتضمان يا ابن الحق ولو جيت أنا تمام يلا صلى الله ببركة الصلاة والسلام مش بس كده ده في حاجات تانية كتير كتير جداً ترجمة نانسي قنقر